ننتقل بعد ذلك لنيوتين سيردلو كنونيوتين الثالث if two object interact the force F1 exerted by object 1 on object 2 is equal in magnitude and opposite in direction to the force F2 1 exerted by object 2 on object 1 القوة اللي هيأثر بها الجسم الأول على الثاني هتساوي في المقدار وتعاكس في الاتجاه القوة اللي هيأثر بها الجسم الثاني على الأول بعض الحقائق من قانون نيوتين الثالث ان الفورس always occur in bear القوة بتكون عبارة عن أزواج من القوة a single isolated force cannot exist لا توجد في الطبيعة قوة مفردة أو single force إحدى القوتين بنسميها الaction force أو قوة الفعل القوة الثانية بنسميها reaction force أو قوة رد الفعل الaction force and reaction force is equal in magnitude but opposite in direction the action and reaction force must act on different objects لشان ما حد شايفها من القوةين بيأثر على جسم واحد لا كل قوة بتؤثر على جسم مختلف لو خدنا مثال لو عندي TV أو monitor موضوع على table النورمال فورس اللي هي الان اللي بيأثر بها table on monitor is reaction force قوة رد فعل قوة رد فعلة لإيه the monitor exerts on a table للقوة اللي بيبزلها المونتور على table لأن المونتور بيأثر على table بقوة اللي هي قوة الوزن ومعنى كلمة normal يعني perpendicular أو متعامل لو خدنا مثال ثاني the action force اللي بتأثر بها earth on monitor إن الأرض بتؤثر على المونتور بقوة تجاه الأسفل قوة فعل بيرد عليها المونتور بقوة رد فعل الأعلى قوة جذب المونتور بيجذب الأرض نعم اللي احنا بنسميها reaction force free body diagram ده مهم جدا في حل المسائل المتعلقة بقوانين نيوتن إن أنا أرسم free body diagram ايه معنى free body diagram كل القوة اللي بتؤثر على الأبشيط forcing forces acting on the object of interest لو المثال اللي فات هل هي عندي قوتين بيأثروا على المونتور قوة رد الفعل العمودية اللي بيأثر بها table on monitor وقوة الجاذبية الأرضية اللي بيأثر بها أو بتأثر بها الإرس على المونتور particles in equilibrium الأجسام اللي في حالة اتزان واحنا هنا هنتكلم على اتزان واحد اللي هو الاتزان السكوني if the acceleration of an object can be modeled as a particle is zero تصارغ الجسم لو بيساوي zero the object is set to be in equilibrium بيقول ان الجسم في حالة اتزان بيبقى لو sigma f بتساوي صفر الجسم في حالة اتزان وده بيعني ان sigma fx بتساوي صفر وايضاً sigma fy بتساوي zero هنشوف السيميوليشن اللي قدامنا بيقولي ان السهم الازرق normal force car track normal force track car car track القوة اللي بتأثر بها الكار على الترك إنما الأحمر القوة اللي بتأثر بها الترك على الكار بيمسيلي قوتين قوة فعل وقوة رد فعل لو جيت زودت حجم البوكس وقللت force car اللي هي القوة اللي بتسبب الحرك هلأ ان التصارع قل لقانون نيوتن الثاني طيب هقلل كمان القوة وزود الكتلة هلأ ان التصارع يقل اكتر لما زود الكتلة هزود القوة التصارع زاد من التصارع بيتناسب طرد مع القوة طيب لو قللت الكتلة الكتلة تقل التصارع يحصل له ايه يزيد يبقى التصارع بيتناسب عكسي مع الكتلة وطرد مع القوة يبقى السيميوليشن اللي قدامنا والانيميشن نوضح لي قانون نيوتن الثالت وحقائق قانون نيوتن الثاني هنتقل لبعض الاكزامبل او التمرين ناخد اول مثال ثري كيلو جرام object undergoes and acceleration given by a equal to i plus 5 g meter per square second the magnitude of the resultant force s وجايب لي اختيارات يبقى اعطيني كتلة الجسم والتصارع لكن مديني التصارع كمتجه ايه المشكلة؟ انا درست في المتجهات كيفية حساب قيمة اي متجه فبحث بالمجنيتود او القيمة من قانون المجنيتود قيمة الايه تساوي ax تربيع زائد ay تربيع عندي ax اتنين ay خمسة يبقى مربع الاثنين اربعة مربع الخمسة خمسة وعشرين يطلع الناتج خمسة بوينت تلاتة تمانية متر ربع سكنتر حسب التصارع اقوم رايح لقانون نيوتن الثاني الف بتساوي الام في الا عشان احسب قيمة القوة عندي الكتلة موجودة واتصلوا حسبه طلعت القوة 16.2 نيوتن يبقى الاختيار الصح او الاختيار المثال الثاني two forces F1 and F2 act on a 5 kg object قوتين بيأثروا على جسم كما هو في الشكل if F1 equal 20 نيوتن F1 بتساوي 20 نيوتن وF2 15 نيوتن find the acceleration of the object احسب تصارع الجسم عشان احسب تصارع الجسم لازم يكون عندي sigma F ليه محصلة القوة ويكون عندي المث 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 موجودة في المسألة لكن محصلة القوة فين لازم اجمع القوة اللي بتأثر على الجسم انا اجمع جامعة جابري اولا 20 زائد 15 طبعا خطأ انا اجمع متجهات عشان اجمع متجهات القوة اللي في اتجاه X هذا محور X بس بها زي ما هي انما عندي قوة بين X و Y القوة دي لازم تتحلل المركباتين F2 cos 60 استخدام الزاوية اللي هي مع X الموجب و F2 sin 60 المركبة اللي على الصداط أو Y axis بعد كده هحسب محصلة القوة في اتجاه X F1 زائد F2 cos 60 بطلع القيمة بتاعتها بعد كده احسب محصلة القوة في اتجاه Y عندي قوة واحدة بس في اتجاه Y اللي هي F2 sin 60 واحسب القيمة بتاعتها استخدم قانون المجنيتود من المتجهات عشان احسب النيت فورس سجما F هتساوي الجزر التربيع Fx تربيع زائد Fy تربيع و كده حسبت النيت فورس اروح جاري على قانون نيوتن الثاني عشان اطلع التصارع بما ان السجما F بتساوي الم في الا اذا الا هيساوي سجما FxM يبقى اقسم النيت فورس اللي انا حسبتها على الكتلة ينتج عندي التصارع 6.1 متر بير سكوية ساكند السؤال الثالث An elevator of mass 900 كيلو جرام كتلة مصعد 900 كيلو جرام accelerates upward بيتصارع الاعلى يبقى اعطيني الكتلة واعطيني التصارع واطزة tension in the cable يسألني عن قوة الشد في المصعد اخلي بالي ازاي ارسم الفريبود دا يجري اول قوة بتأثر على المصعد اللي هي الامي جي لاسفل تاني قوة اللي هي tension force in the cable وبنرسمها دايما خرجة من الجسم عشان احسب التنشان فورس ستبقى في قانون نيوتيني الثاني sigma F بتساوي الامي في الا ازاي اجمع القوة في الحالة دي لما يكون الجسم في حالة حركة باخد القوة اللي في التجاه الحركة اللي هي T ناقص القوة اللي عكس التجاه الحركة اللي هي الامي جي يبقى جامعة القوة T ناقص امي جي هتساوي الامي في الا بيسألني على T قوة الشد يبقى التها تساوي امي اي هنقل سالب امي جي الطرف الاخر بالموجب ممكن اخد الامي عامل مشترك يبقى الامي في اي زائد جي ازان التها تساوي اعوض بقى بالقيم اللي عندي ناين هندرد اللي هي الكتلة افتح قوس ثلاثة التصارع اللي عطهوني زائد التصارع الجاذبية الارضي وكده حسبت التنشان فورس او قوة الشد في الحركة السؤال الرابع اللي هو اتود ماشين اتود ماشين عبارة عن ايه؟ عبارة عن كتلتين كتلة اكبر من الثانية امي تو اكبر من ام وان مطبطين بخيط خفيف بيمر على بكرة ملساة والسؤال التقليدي على اتود ماشين احسب تصارع الجسمين واحسب قوة الشد في الخيط هنا انا بتعامل مع كل جسم منفرد برسمي الفري بودي دايجرام اللي بيأسرع على كل جسم هذا الجسم الاول قوة الوزن الاسفل والتنشن لأعلى الجسم الثاني مي تو جي والتنشن لأعلى مهم جدا ان انا احدد اتجاه الحركة اكيد الاتجاه الحركة هتكون في اتجاه الجسم الايه الأكبر يبقى مي تو هيتحرك لأسفل ومي وان هيتحرك لأعلى اطبق قانون يوتن الثاني على الجسم الاول اتجاه الحركة الاعلى اذا تي مي اس ام وان جي هتساوي الام وان ايه على الجسم التاني اطبع لي قانون يوتن الثاني ادى اتجاه الحركة الاسفل يبقى بابدأ بالقوة اللي في اتجاه الحركة مي تو جي مي اس تي هتساوي الام وان او في ايه بعد كده اجمع المعادلتين افرد دي المعادلة او اجمع المعادلة واحد واثنين هنختصر التي الموجة مع التي السالب يتبقى ام تو جي مي اس ام وان جي هتساوي ام وان زايد ام تو في الايه اذا الايه هتساوي ام تو نايز ام وان جي اخدت الجي عام المشترك على ام وان زايد ام اتنيه وكده وصلنا للمعادلة اللي اقدر احصل منها التصارع ممكن بقى يديني قيم للكتل اي قيم للكتل بعوض مباشرة في معادلة التصارع واغدر احصل الأكسل ريجا عشان احسب التي عرض في اي معادلة من المعادلتين واسهل المعادلة واحد التي هتساوي ام وان ايه هنقل الام وان جي بالموجة يبقى ام وان في الاي زائد جي يبقى بمعلومية التصارع اللي انا لسا حسبه وتصارع الجاذبية الارضية وكتلة الجسم ام واحد اقدر احسب التنشن او قوة الشبدة في الخيط